رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونورنا النهاردة من خلال application zoom الكاتب والمحاضر في علم النفس الإيجابي دكتور شريف عرفة وهو الحقيقة معروف جدا بمؤلفاته اللي بتهدف لتحسين الحياة وإزاي يقدر الإنسان يحقق السعادة في حياته أهلا بحضرتك دكتور شريف أهلا يا أستاذ راني أزاي حضرتك أهلا وسعداء جدا بلقاء حضرتك ربنا يخليك يا رب أنا أسعد الحقيقة في البداية أحب أعرف منك كده إزاي بتشوف كتب التنمية البشرية من وجهة نظرك والله مشكلة كتب التنمية البشرية بالنسبة لي هي أنها مظلة واسعة بتطلق على أنواع مختلفة من الكتب فيه بينها تفاوت كبير جدا وده اللي بيسبب كتير من سوق التفاوت يعني خلينا ناخد الأنواع واحدة واحدة كده بعض الكتب بتبقى بتتعامل مع خبرات شخصية واحد ناجح في مجال معين وبيكتب نصايح من وحي خبرته في الحياة هو ناجح أو متحقق في شيء معين والناس بتحب تسمع له فهو بيتكلم من وحي خبرته الشخصية ده نوع من أنواع بيتصنى في تنمية البشرية فيه واحد تاني اللي هو متحدث تحفيزي واحد ما عندوش خبرة حياتية مثلا أو حاجة لكن بيعرف يشجع الناس يقول لك كلمتين كده اللي هو بيبتوك بيسموها الخواجات يعني اللي هو بيعرف يشجع الواحد يخليه يعني بقوم متحرك ويعمل كذا وهتقدر تحقق اللي أنت عايزه ومعرفش إيه بتاعه أحيانا الكلام ده بينفع ناس كتير زي ما الواحد يكون زعلان ويقعد مع واحد صاحبه يقول له معلش أنت أدهو قدود ومتقلقش ومعرفش إيه فيه ناس بتحتاج في فترة من الفترات هذا النوع من الكلام صحيح فيه حاجات تانية بتبقى بتتسم بطبع علمي وهو اللي أنا بلجأ يعني أنا طبيعة كتابتي كده حاجات الأكاديمية العلمية سواء في علم النفس ناس درس علم النفس ويجيب لك الدرسات والأبحاث اللي بتتكلم عن النصايح اللي هو بيقولها أو النتائج اللي هو بيتكلم عنها أو علم الإضاءة اللي هو زي تدير حياتك بشكل ما غالباً بيبقى دول المصدرين الكبريين للعلوم اللي تتعامل مع فكرة التنمية الذاتية بشكل عام فيه ناس تلاقيهم ما بيحبوش الحاجات العلمية قوي يقول لي أنا لسه هقرأ بقى وتجرب وتقول لي ابحث ومعرفش إيه وبتاع يحب الحاجات السهلة اللي هي فيها تشجيع وخلاص ويا يا عم أقول لي كلمتين كده يحسنوا حالتي المزاجية والتاك كمات دلت بدور عليه واحد تاني يبص للكتب دي يقول لي يا جماعة ده كلام فاضل الناس دول متخصصين الناس دول بيتكلموا في حاجات علمية وكلام تافع وهو ما إلى ذلك فاللي أنا بقوله أن لما نتكلم عن فكرة التنمية البشرية لازم نحط في بالنا أنها أنواع مختلفة من الكتب شوف أنت بتقوّر عن إيه بالزبط كل واحد له ثقافة معينة له مستوى تعليمي معين له نمط من القراءات له طريقة تفكير وإقناع مختلفة عن الشخص التاني فيه برضو نوع ناس بتحب مثلا كتابات التنمية الزاتية اللي فيها جانب ديني وروحاني ومعرفش إيه فيه ناس بتكتب من المنظور ده ومنهم شيوخ على فكرة يعني كتاب شيخ محمد الغزالي مثلا ده وأخده من كده هو آيل حتى وأخده من كتاب ديل كارنيجي أظن كتاب ده على التلق وابدأ الحياة ومنديله صابغة كده دينية ففيه ناس بتحب ده طريقته كده واحد تاني لا يقول لك لا أنا عايز الحاجات اللي هي البراكتيكال أكتر أو الحاجات العلمية أكتر أو قول لي حاجة تشجعني كده فيه مشكلة بقى الكتب دي برضو عشان نبقى منصفين يعني مش كلها بتكون كويسة أو كلها بتعتمد على مرجعية يمكن الثقة فيها فيه ناس بتعتمد على حاجة بنسميها العلوم الكاذبة اللي هي مثلا علوم الطاقة أو علوم الريكي المعرفش إيه يعني دي حاجات برضو ما هياش أكاديمية أو علمية ما عندهاش أساس علمي يعني معروف نقدر نرجع له ومدروس وموثوق فيه بشكل كبير بالضبط بالضبط زي الناس اللي هو يقول لك اعتمد على الأبراج ومعرفش إيه وتحديد الشخصية ومعرفش إيه ناس بتتفائل بالحاجات دي فيه ناس الحاجات دي بتشجعها وبتديها نوع من اللي يعني الطاقة كده إنه عايز يتحمسه كده تحسسه إن الأمور تمام بس هي مش علمية لو واحد بيتحرق المصداقية العلمية والأكاديمية مش هتدفع مع الحاجات دي وخصوصا خطورتها بقى الحاجات دي إنه لما بتدخل في فكرة العلاج هقول لك أنا هعالجك من اضطراب نفسي محتاج طبيب نفسي أو معالج نفسي واحد يقول لك لا ده أنا هعمل لك عليك بالطاقة بقى بص السكيزوفرانيا اللي عندك دي عطوه أيوة أو بالأحجار أو بالحاجات دي بالزبط بالزبط بعمل حضرتك تقصر إيه؟ بالزبط طيب أنا ليه سؤال عند حضرتك حضرتك بتفرق ما بين كتب التنمية البشرية عن الكتب النفسية لإنه في دكاترة ودكاترة علم نفس كتبين كتب نفسية كتير فحضرتك بتشوف إن الكتاب التنمية البشرية مختلف عن الكتاب النفسي؟ هو بالنسبة لي فيه فرق كبير بس في النهاية كله بيتحط في رف واحد في المكتبة يعني الناس بتصليفها بنفس الحكاية يعني يا الله حضرتك حقا ليه كتاب تفضل شاكراً للبروفيسور أستاذنا الكبير البروفيسور أحمد عكاشا كتب لي المقدمة بتاعته وكتاب تاني كتب لي نبذة عنه كده شكر في الكتاب وفي كذا كتاب يعني ليه تفضل وتكرم يعني بهذا الموضوع للمجهود العلمي اللي موجود في الكتاب وفي النهاية الكتاب بيتحط فيه رفة مية البشرية يعني فدي خارج نطاق التحكم خلاصية دي حاجة الناس بتصنفها كده يعني أنا بسميها التنمية الذاتية ما باستخدمش حتى فكرة التنمية البشرية عشان أبعد عن الطابع غير العلمي في هذه الأجور لكن أي حاجة بتطور شخصية الواحد الناس القراء العاديين بيعتبروها تحت البند ده تنمية بشرية تحت البند ده للأسفل لا تطوير الشخصية أو تطوير الذات بشكل معا حدودك بتعمل كتاب عن السعادة الواقعية ده صدر بالفعل اتكلمت ايه فيه ويعني ايه يعني ايه عن السعادة الواقعية فيه سعادة وقعية وفيه سعادة خيالية من وجهة نظرك مصبوط ده حقيقي يعني دايما نقضي بيوجه للناس اللي بتتكلم في مثل هذه المسائل انه يتكلموا عن صورة خيالية للسعادة صورة يعني فانتازية كده يعني انت مش عايش معانا أصلا مش عايش في اللي بيحصل حوالينا دنيا مليانة مقاسي ومليانة صعاب ومليانة يعني مشاكل ففكرة ان الحياة جميلة ومشاعر إيجابية طول الوقت واحدة اتحك وبص للجاب المشرق دايما من الأمور قد تكون غير واقعية غير واقعية بين قسين فالكتاب ده بيتكلم يعني العنوان الفرعي بتاعه هو اسمه السعادة الواقعية يعني العنوان الفرعي إضاءة الجانب المظلم من الحياة باتكلم فيه عن السياقات السلبية اللي في الحياة واخدهم واحدة واحدة بقى يعني بتعامل مثلا مع التعريفات الزائفة للسعادة اللي هتخلي الإنسان مش سعيد حاجة بسميها السعادة السامة ان الواحد لو فاكر ان السعادة هي خلوة الحياة من المشاكل ده المعتقد اللي موجود عنده هيحس طول وقت انه مش سعيد بتكلم عن حالات الإحباط حالات الصدمات النفسية بتكلم عن الانفصال مثلا أو بتكلم عن الوفاة عن الفراق عن الفقدان يعني كل السياقات السلبية والتقنيات بقى اللي بيستخدمها علماء النفس وخصوصا في علم النفس الإيجابي في التعامل مع مثل هذه السياقات الحياتية لأن الحياة ما هياش مشاعر إيجابية طول الوقت طبعا بس فدي الصورة الإيجابية للسعادة يعني الصورة قصدي العقلانية المنطقية الواقعية للفكرة السعادة في الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي ويمكن الكتاب ده كان مختلف شوية عن كتب اللي فاتت لأنه يعني ناس حاسوا ان انا بتكلم في حاجات قاسية شوية ويعني مشاكل ومعرفش ايه بس من هنا جاء العنوان يعني ان هو السعادة الوقت لا حضرتك لازم تنورنا بقى في الستوديو عشان نتكلم عن كل الكتب اللي حضرتك كتبتها وخاصة انك مهتم بتحديث الإنسان كمان وبتطويره بشكل عام ويمكن كان عندك كتاب زي ده قبل كده فخلينا نتكلم عن ده ان شاء الله في حلقة تكون منورنا فيها في الستوديو ده ان شاء الله شكرا جزيلا مرسي دكتور شريف شكرا مرسي